وأنتم تعرفوا يا كتب لنا نقرأ كل شيء تكتبوه حافظ شفتوا كتب ذا علي تولي كومنتيخ حافظ يقولك بما أنه بما معناه السنوار يعلم جيدا كيف هو العقل بالنسبة لجيش العدو وحكومة العدو استبقى كل شيء ألم يستبق أنه الضربات ستكون موجعة والإبادة ستكون قادمة وما صار في 7 أكتوبر سندفع ثمانه باهظا جدا ونتحدث عن عشرات الألاف من الشهداء وعلى مليون واربعمائة مليون واربعمائة ألف اليوم يعيشوا في مجع أربع أيام قبل رمضان من الناحية العسكرية هي دايما الحرب خدعة وما قامت به المقاومة يوم 7 أكتوبر كان معجزة عسكرية بكل مقيس وهذا باعتراف النسكل بما فيه العدو الصيوني يعني أن يقع إذلال العدو الصيوني بتلك العملية البطورية وفي 7 أكتوبر رغم كل الترسانة العسكرية التي ينبلكها وما قيل لنا بأنها أجهزة استخباراتية متطورة وإلى غير ذلك يعني بعض العواصل ترتعب من أجهزة المساد الصيوني وغيرها هذه الأجهزة المعقدة لم تستطع يعني استكشاف تاريخ مثل هذا الهجوم كان هجوما مباغتا هذا ما تفهمين فيه هذا ما تفهمين فيه إذن فبالتالي من حق المقاومة كحركة المقاومة هي مش المنوعة للحرب رأي ليست منها اتفاق على موعد الحرب مباغتة هذه حركة تحرر وطني عندما تجد فرصة في العدو تضرب بالطبع تضرب وتؤلمه وتوجع كذلك تقول لي والله هاو عشرة الآلاف من الشهداء وثلاثين ألف شهيد لغير ذلك وعند طب مئة ألف تقريبا بين أكثر حتى مئة ألف هذا طبعا المعلن عن استشهادهم بين تقريب ثلاثين ألف يعني شهيد وأكثر من ثمانين ألف جريح هذا طبعا لإضافة إلى من ما زالوا تحت الأنقاذ أو من لم يعلن عنهم رأوا كنشوفوا حتى يعني حروب التحذير لا تقاس بيذي الطريقة رأي الجزائر لو لم تدفع مليون نصف مليون شهيد ما كانش مش تحرر رأوا في معركة سايجون لو لم يقع التضحية أو استشهاد أو تقريبا مئتين وخمسين ألف في معركة سايجون في معركة واحدة لم تكن لتتحرر في اتنام من القصف الأمريكي ومن العدوان الأمريكي الشعب الجزائري قدم يعني رأوا نحن علش قلنا بكر نحن لأول مرة حرب إبادة موثقة صوتا وصورة لأول مرة تصوري أنت لو وثقة حرب الجزائر صوتا وصورة في يوم واحد في الصيف قتل خمسة واربعين ألف شخص جزائري خمسة وأربعين ألف جزائري يوم ثمانية مايه خمسة وأربعين خمسة وأربعين ألف جزائري استشهدوا في يوم واحد وفما نقطة أخرى هل يخصوا على ستة أشرة قتال هل يحكي في يوم في يوم واحد لا باش نستفهم توسعت يجي يقول لك برشة ناس والله شو يتصررش والله معاش النجم تشوفوا تصاور في التلفزة معاش النجم معنى كذا قلوبنا كذا تتعبنا ما نشوفوا فيها الناس هذه معنى وكأنهم يتفرجوا في معنىها في روها هذه وكأنهم معنى ما يحبوش يعتادوا كل مشهد المؤلم فعلا هو هذا كان مشهد للأسف الشديد مشهد بائس وتعيس جدا وهذا هو العالم المتحذر كيف يحمي هذا الإجرام الصيوني فما نقطين كذلك أبو البابا سلم أولا نراه الشهداء هما عائلات المقاومين مقاومين نراههم غزيويين وعائلاتهم هما لقاديمي تقتلوا مش احنا ممكن قد ما نحسوا ما نجموش نحسوا قدهم هما اثنين احنا عايشين توفي ما نستشهدوا بعد سبعة أكتوبر لكن نراه الأرض الفلسطينية عندها خمسة وسبعين سنة وهي تقدم في الشهداء الشهداء مئات الألاف يعني لو تربع عيديها المقاومة وتقول نضربوا احنا مهما كان الضربة يستشهدون فلسطيني سيبقى الحصار ويبقى هذا الاحتلال الغاشم لقوات العدو لخمسة وسبعين سنة القدام هذا هذا يجب نخمو فيه وحتى الناس تولي ترى المشاهد هذية كما ذكرت أنا لأن المشاهد هذية للأسف معنا احنا وكأنه ينظر الأمر وكأنه يعني حرب في كوكب أخر أو في منطقة بعيدة عن عالمنا رأي هذية في قلب المنطقة العربية وفي قلب الأمة العربية وعندما نرى هذه المشاهد رأي حروب التحرير دائما كلفتها بعضا حروب التحرير رأيته وحننا ساعات هاو في تونس كي نشوف في الساعات مثلا بعض الجيال السابقة والقديمة اللي مازال منهم على ربي بقيهم أنا أحياء المنزل على قيد الحياة لما يحكي لك على ما حصل من مجازر تكمه الاستعمار يعني رأي أشياء فضيعة رأي معركة بن زرد قتل فيها أربع آلاف شخص في يومين معناها معارك فضيعة كانت هناك معناها الضحايا بالآلاف حروب التحرير كلها كلها فيها ضحايا أروا الاستعمار لا يمكن لا يمكن أن يخرج بدون تضحيات مش ممكن يخرج بدون تضحيات ونفس الشي بالنسبة للشعب الفلسطيني يخي طوى الفلسطينيون يعني ماذا تريد منهم أنت أهل غزة يعني هل كانوا عايشين مثل سنجافور أو ماليزيا هم مثلا بشي تقولي والله هم عايشين في حصار لمدة 16 عام أو أكثر 17 عام في حالة حصار حصار خانق يعني سجن كبير معابر نفس الشي مثلا مش منها إغاثة بتاع يدخلوا 50 شاحنة أو 500 شاحنة أو ما شابه هذا الشعب محتل محاصر كله مخيمات في أصغر كثافة تقريبا أكبر كثافة سكانية في العالم على 2% من أرض فلسطين وتمارس يعني حتى في الخروج والدخول كل أشكال إهنة يعني كيف تريد يعني هذا المواطن كيفاش تحبوه يكون المواطن غزاوي اللي يعيش تحت الحصار وتحت الإذلال يعني وتحت القمع تقريبا يعني وكل ملافذ ما هو طلبين منه يعني طلبين منه هو طبعا سيقاوم وسيقاتل من أجل الحرية وهذه هي ضريبة الحرية يعني والله 7 أكتوبر لم نتوقع هذا الرد لا لا بالنسبة المقاومة الفلسطينية تقرأ حساب هذا الرد جيدا إذا كان معاش يكون هنا قائد منها عسكري متمرس إذا كان واحد مثلا يقوم بعملية ولا ينتظر ردود الأفعال ردود الأفعال بالطبع بشكون المقاومة استعدت لمعركة طويلة ومما يؤكد ذلك أن لدى المقاومة الوسائل والإمكانيات الوسائل العسكرية وحتى الغذاء والدواء وغيرة وغيرة تستعد لذلك هذا طبيعي ومعروف هذا مش أول مرة يقع الاعتداء على غزة صار في 2008 و2012 2014 و2021 هي تعرف أن هذه العملية ستكون كل فتحة باهضة واستعدت للمعركة وهي إلى الآن وهذا صمودها 16 يؤكد أنها قرأت حسابها لكل شيء وكذلك نتائج الحرب بعمرنا ما نحسبوها سوغلوتا سامحوني باللغة الفرنسية يعني بالوقت نتائج الحرب تحسب بعد أن تنتهي هذه الحرب ونشوف وشكون منتصر وشكون إنهزم الرقم 10 الرقم 10 اليوم هو من أكثر الأرقام اللي يتداول في مواقع التواصل والمواقع الإعلام العبري عليش حسب رأيك بوليو بيسل والله رقم 10 حذرت لك تقريرا على الرقم 10 يقولوا على الكيان العدو أن يبدأ بالتعود على الرقم 10 لأنه هذه هي عدد السنوات التي من المحتمل أن يبقى فيها داخل قطاع غزة جيش العدو وإسرائيل هذا اللي قاعدتها يتحكي في تقارير في مكتب رئيس المزراء بن يمين نتنياهو بالنسبة لهم 10 سنوات مقسومة على فترتين سنتين للقضاء على حركة حماس ثم 8 سنوات أخرى حتى تستقر حكومة أو سلطة بديلة في القطاع واليوم تقارير كبيرة على هذه العشرة سنوات هذه أضغاثوا أحلام ما عندهم من حقهم باش يحلموا هما طبعا الأحلام مباحة قولهم أبدوا بالعشرة سوية هذه من أحلام اليقظة أحلام اليقظة ساعات تدفع الإنسان نحو مثل هذه التصورات شوف المعركة متع الطفان الأقصى لن تكون المنطقة ما بعدها كما كانت ما قبلها يعني هناك تداعيات كبيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى كذلك الدولي وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا هناك تحولات بشتقع هذا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية وهذه الدماء يعني دماء الشهداء رهي غالية جدا عند الله تعالى دماء الشهداء غالية جدا وهذه الصراخات وهذه الانتصارات وهذه الأياد القابضة على الزناد والتي تقاوم تقريبا أكثر آلة همجية يعني شهدها التاريخ المعاصر فبالتالي يعتقد وهذا الانتصار الكبير يعني رو شوف الحرية لا تهدأ الحرية لا تهدأ الحرية دائما تفتك والاستقلال دائما وحروب التحرر فيها كثير من المكابدة والمعاناة وأعتقد يعني أن الانتصار وكما وأنا أثق كثيرا في مقاله يعني أننا تقبصهم كتاب القسام أبو عبيدة يعني عندما قال نحن مقبلون على تصفية آخر احتلال يعني في التاريخ المعاصر وهذه التصفية لهذا الاحتلال أعتقد أنها بدأت وإسرائيل لا أتوقع أنها ستدوم أو ستكون كما كانت إسرائيل ستنتهي الصهينة يعرفون جيدا ولذلك الأمريكان الآن يريدون فرض بعض الشروط أمريكا تعرف جيدا أن إسرائيل إذا خسرت حرب واحدة ستنتهي يعرفون ذلك جيدا إذا خسرت حرب واحدة إسرائيل تنتهي تنتهي تلقائيا تنتهي الآن إذا وقف العدوان على غزة وانتهى ولا بدو حقق أي شيء تأكد أن الكيان الصهيوني سيعيش حرب أهلية وسيعيش مخاضر عسيرا في الأشهر القادمة لأنه عجز عسكريا رغم كل الدعم الذي نراه رغم كل هذه المذابح التي ارتكبها حتى الغرب فقد قيمه الأخلاقية من خلال دعمه لكيان إجرامي فاشي إسرائيل الآن مستقبل كيان إسرائيل تعيش حرب وجودية لما تشوف ماذا يكتب بعض المفكرين الإسرائيليين وبعض المؤرخين الإسرائيليين في هذه الفترة خاصة الذين يعيشون خارج الكيان الصهيوني يعني يتحدثون على أن هناك نقاط استفهام حول مستقبل هذا الكيان هناك نقاط استفهام كبيرة إسرائيل لأول مرة تعيش حرب طويلة لأول مرة تعيش حرب تتجاوز لخمسة أشهر ولأول مرة تعجز عن كسر شوكة المقاومة في غزة رغم كل شيء واستطاع وفعلا يعني هي تلقت ضربة قاسمة وقاسمة جدا وهناك شعور بالعجز وكلهم يتهمون نتنياهو وغانتس وغيرهم بسوء إدارة المعركة وقلت غانتس نتنياهو وغانتس نقطة أخيرة نقطة أخيرة فقط باش نقدموا في جولة غانتس ونحكوا على الأحداث مهمة جدا نقطة أخيرة فقط قلت إسرائيل تعيش حرب وجود بالتالي هنا هزيمة ذكيان ولذلك نتحدثوا على المستقبل على المستوى الاستراتيجي بعد هذه الحرب هناك تحولات كبيرة ستشهد هذه المنطقة يعني قيمة الحرية والتحرر وقيمة هنا أن هذا المنجز الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة سيلقي بآثاره وبظلاله على كل منطقة هناك وستكون له تداعيات كبيرة وكبيرة جدا حتى بعض الأنظمة التي تحمي هذا الكيان الصهيوني لن تستطيع حمايته في المستقبل فبالتالي أعتقد أنا أن الشعب الفلسطيني وأن هذه المقاومة الباسلة في غزة ستغير وجه المنطقة وستغير وجه التاريخ وهي الآن بصدد تقريبا إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة ككل يعني ستكون لها أثار كبيرة وكبيرة جدا وهذا ما يقولهم الرخون كما قلت أنا ومفكرون إسرائيليون واضح حاليا هناك تغيير كذلك حتى في السياسات الداخلية وفي من